ترى الساسم الشيخ مصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث جرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهدفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي تضمنت اجندة الاجتماع مناقشة سياسات والمبادرات المرتبطة بدعم برامج استزراع الاحياء المائية بالدولة وسياسة رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال استخدام تقنيات ذكاء الاصطناعي وسياسات المقترحة لتعزيز منظومة الامن السيبراني ومشروع هيكلة الصكوك الاسلامية بالاضافة إلى اعادة تنظيم شؤون العاملين في المنشآت الفندقية كما ناقش المجلس الوزري للتنمية مشاريع اعداد عدد من القوانين الاتحادية بشأن النقل البري وتنظيم قطاع الفضاء وتنظيم وكالة الامارات للفضاء ومشروع اصدار اللائحة التنفيذية في شأن المشآت الصحية الخاصة وانشاء صندوق الفضاء الوطني